يحل الفراغ الرئاسي على الساحة اللبنانية ومعه بدأت تطرح الأسئلة عن كيفية مقاربة مختلف الجهات السياسية لملف انتخاب رئيس للجمهورية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تنعكس على يوميات المواطن اللبناني نحن أمام فراغ وفوضى دستوري وسياسي وحالة انقسام حاد من المؤسف أنها قائمة في لبنان اليوم لسيما وأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تستدعي التوافق والحوار والتفاهم بين القوى السياسية اللبنانية على تمرير هذه المرحلة بانتظار إعادة تكوين السلطة من الواضح أن رئيس الحكومي نجيب ميقاطي سيصرف الأعمال على طريقة اللجان الوزاري والعلاقة المباشرة مع كل وزير وكل وزارة خرج الرئيس ميشيل عون من قصر بعبدة وأرفق مغادرته بقبول استقالة الحكومة المستقيلة أصلا وسط لغط دستوري حول نيكاسات آخر المرسيم الموقعة من قبال الرئيس المرسوم نافذ من تاريخ توقيعه وهو صدر وفق المادة 53 من الدستور وبالتالي تعتبر الحكومة سابقة ولم يعد لها الحق لا بتصريف الأعمال ولا بتوقيع مقرارات الحلول ممكن الآن المرافق العامة تبقى مستمرة بالإداريين القائمين حاليا من الثابت أن صدور مرسوم قبول استقالة هو لزوم ما لا يلزم كون المادة 64 تنص بشكل صريح وواضح في فخرتها الثانية أن الحكومة تبقى تصرف الأعمال ولا اجتهاد في معرض النص علما أن مرسوم قبول استقالة الحكومة هو مرسوم أعلاني وليس إنشائي فالحكومة مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد ستبقى تصرف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة تختلف تفسيرات الدستور كما تختلف الأحزاب حول مرشحها لرئاسة الجمهورية والثمن يدفعه المواطن اللبناني في انتظار ما سيعتمده مجلس النواب يوم الخميس بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ينتظر المواطن اللبناني تسوية تحمل رئيسا وحكومة تعمل على الخروج من الأزمة حسان الرفاع بيروت الميادين